بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسير وإدارة التكلفة خدنا في المحاضرة السابقة نظام دفع الانتاج وإن هذا كان يتناسب مع الفلسفة التقليدية الآن نظام سحب الانتاج بول سيستم يتلقى مع نظام الجت نظام يتلقى مع طبيعة الانتاج الحديثة التي كانت تعتمد على الانتاج بالطلبية وحسب مواصفات العميل حيث تسحب طلبات العميل من السوق ثم يتخذ الإجراءات اللازمة لتصنيع تلك الطلبيات وبالتالي فهي تتناسب مع نظام الانتاج الآن الذي لا يسمح بوجود مخزون سواء من المواد الخام أم من الانتاج التام ويمثل في الشكل التالي بابتأ عندي من السوق النهائي السوق بشوف السوق مبيعات منتج نهائي بشوف طلبات السوق أول ما بشوف طلبات السوق محتاجية كام أبدأ عند الحاجة المركز الأخير مركز التشغيل الأخير بناء على الكمية التي يطلبها السوق كمبيعات نهائية يبدأ يصنع هذه الطلبية عشان يصنع هذه الطلبية يبدأ ينبه مركز التشغيل الثاني كذا مركز التشغيل التالي عشان ينفذ الكمية اللي عيسها مركز التشغيل التالت يبدأ يطلب من مركز التشغيل الاول اعطيني كذا مركز التشغيل الاول عشان ينفذ الطلبية اللي طالبها مركز التشغيل التاني يبدأ يطلب مشتريات مواد خام والمشتريات تطلب من الموردين دي تمثل المرحلة او الدورة الاولى لطلب تصنيع منتجات مطلوبة كمبيعات وتشير الى ان مركز التشغيل التالي مفتوح بما يعني ان مركز التشغيل القبلي قد تلقى اشارة بدء الانتاج ثم الدورة التانية تيجي بالعكس المورد بيبعث الخامات الخامات تدخل مركز التشغيل الاول ثم مركز التشغيل التاني ثم تتصنى لحد ما تكون مركز التشغيل الاخير اللي بتروح في صورة منتج نهاي البديد دورة الثانية اللي هي للشراء تبع الحاجة وللانتاج تبع الحاجة